بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم زي ما وعدنا بأمر لا رأينا احنا بنطلم الله عز وجل انه قوينا ووفقنا ان احنا نلبي رغباتكم ونوصل للتعاون الكامل لأن الرضا موضوع ان نوصل للرضاكم صعب جداً لأن ما فيش انسان يرضي انسان ولا نفسي انا ارضى على كل البشر ولكن احنا بنجتهد ان احنا نقدم الخدم مشكلة بتاعت النهاردة اللي بنتكلم عليها او الموضوع دوت موضوع كتير اتكلم فيه وانا بقيت اقول حاضر 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 لدرجة ان بعض المتابعين يقول لي انا اقول تكلمتك كتير وانت تقول حاضر يعني امتى بقى يعني فين طبعاً هو له حق لكن انا بركز بجيب مجربة وبجيب كذا وبعمل امور لحين ما وصل لمجربة لان انا بسمع التعليقات وبشوف بالنسبة للخمات ايه اللي ممكن يكون متوفر ايه اللي معادش موجود فيه مجربات عندنا بالقديمة صعب انك تحق توصل يعني الخمات بتاعتها او العناصر او المكونات بتاعتها اه الموضوع بتاع النهاردة هو موضوع الصلع صلع لرجال للنساء او للشباب للكل لو جينا الموضوع الصلع ده اه هو بينقسم الى قسمين فيه صلع وراسي وفيه صلع طارق الصلع الوراسي ده هو مش يعني احنا مش هنتكلم فيه النهاردة او ما وربما ما تخصوش ولكن الصلع الوراسي فيه منه مستويين او نوعين فيه نوع قابل للعلاج بالاعشاب ولكن على المدى الطويل ويكون البداية مبكرة يعني بالنسبة للصلع الوراسي اللي عارف ان العيلة فيها صلع وعلى فكرة الصلع والله المشعب عشان اخواتنا واهلنا برضو اللي عندهم المشكلة دي هو مش مش مشكلة في حد ذاتها فيه انسان مش مقتنع وفيه انسان مقتنع دي ناسألة حرية وفيه انسان فعلا احيانا بيبقى شكلها مش جميل وممكن تتعالج فعبا فيش مشكلة فيه انسان شكلها معه طبيعي وعادي فبالنسبة للصلع الوراسي فيه جزء منه لازم مسلا دي له نسبة ستين في المية سبعين في المية ده بنصحه علشان ما ترهجش نفسك وعشان ما تستهلكش في صحتك وما تستهلكش في وصفات ومجربات وديهانات هو افضل حاجة حاليا له عمية الزرع وزرع الشعر منتشر ومعروف قصته وده مش يعني مش مابل فيه بعض الالاجات التانية بقى جزء المتبكة او نسبة المتبكية ده اللي بندله علاج مبكر يقوي جدر الشعر علشان الشعرية ما تضعفش عشان ما يحصلش المشكلة وده مش موضوع لحلقة النهاردة نحن النهاردة هنتكلم على الصلع الطارق الصلع الطارق او الصلع الحادث او اللي هو مش وراسي ده اسبابه كتير قبل كده لما احتليها لبعض المشاكل تأثر على الشعر يعني امتى الشعر تقع معنى الصلع يعني معنى شعر بقع وهي اكتر منطقة في الرأس في الرأس الانسان بتتعرض لمشاكل وتتعرض الشعر فيها لأزة هي منطقة الايه المنطقة اللي فوق الجبهة دي على طول وهي دي دايما التمشيط ودايما هي بتقابل الطراب والشمس بتمقى عليها كل العناص حتى انا لما بدخل الحمام وفيه دوش جديد ببقى المياه ضربة عليك كل دي المسائل دي فيه اسباب سوق تغزية لعنى ما تسبب فيه بعض الحالات المراضي ربنا يشفي الجميع برضو بتسبب لسقوط الشعر فيه بعض الحالات زي استعمال العلاج الكماء او المسال دي بتسبب سقوط الشعر بعض حالات الطراب الهرمونات برضو ده بيسبب سقوط الشعر خاصة دي بتبقى عند النساء اكتر من الرجال كمان فاحنا النهاردة هنعمل مجربة للكل لمين؟ للصالع اللي غير وراسي الطارق ما جيش بقى حد يقول ايه؟ انا عندي صالع وراسي لا مش دي الحلقة دي مش المجربة دي تمام؟ فياريتا كن انا يعني وضحت ايه موضوع الصالع بصفة عامة كفكرة عامة انا مش طبيب ولكن بقول الخبرة الحياتية او التعامل اما الاطبب يعني في مجال ده ممكن طبعا اكيد هيتكلمه اكتر مني وقول لانه ده علم وده درسته انا هتكلم هنا بتكلم في العشاب لكن بديك مقدمة عشان نفرق ما بين ان ده او ده وده ممكن علاجه بكذا وده ممكن علاجه بكذا انا بنصحك عشان نوفر عليه ويا ترى اشتركتوا في القناة ولا لسه اللي ما اشتركش يشترك نكمل مجربة النهاردة بتتكون من مجموعة عناصر يعني اعتقد موجودة في كل انحاء العالم محدش هيقول لي انا مش متوفر محدش هيقول لي مش لقياه اول اول شيء فيها اللي هو العصفر اسمه العصفر ده الظهرة بتاعة نبات الكورتم والاسم اللي بقوله لو بحست حضرتك على جوجل من غير ما تدخل تسأل حد او تعمل نفسك اي مشكلة او احراج هتكتب عصفر او زهر الكورتم هيطلع لك وهتلاقي اسم موجود في البلد عندك ان كان في العراق او ان كان في سوريا او ان كان في الجزيرة العربية او في الجزائر كل ده هتلاقي انت تبحس هتلاقيه وصدقني لما بقولك ابحس جوجل انا ممكن ابحس وقولك ولكن انا عاوزك انت يعني يعني برضو يبقى عندك بوسع ديارة المعرفة انا خلنا اخد وقت وكتب السؤال على القناة عرغم ان انا يعني انا لو من الناس اللي بتدور على التعليقات ما نفرح انك بتكتب وارد عليك ولا سيب غيرك يرد انا عاوز اوفر عليك وعاوزك تاخد معلومة صح واللي بيزعله ان انا بقول مش هنهتم بالتعليقات ناس لما واحدة تقول انا شعر متقصف واحدة تخش تقول لها لا ايه واحدة تخش تقول لها قصي واحدة تخش تقول لها انت مش عارف ايه واحدة كلام غريب او واحد بيخش وفي بعض العناصر ملهمش علاقة بالقناة خالص لان انا عارف اخلاقيات حبايبي وقصريتك كبيرة في القناة ما فيش حد بيتطول على حد لكن فيه اشخاص يخشهم يتطولهم او يلوء الفظ او يدعي امر معين ويدي نصيحة انا بحزفها خطيرة والله انا ممكن فيه انسان بيطلب طلب انا مبرودش عليه وبصبر لحين ما ركز واعرف ارد عليه وإلا انا ما اصمت احسن ما ارد عليه رد غلط ابص لها حد داخل خدي كزا واحدة تقول للانسانة عندها حزاز تقول لها خدي ورق الفول امدغي في بقك وحطي عليه زي تمدغه في خشمها او في بقك ده انت بقك فيه بيحتوي انا فوق انا انا بقك انا عشان ما حد فيه ميكروبات قدي فيه بلاوة قدي اللعب ده فيه ايه عشان تقول لها امدغي وحطيه عليه طب ده مرض في الجل او ده مشكلة في الجل خدت انا بالبق ايه هو ده العلاج طبعا احزف وطبعا مش هسمح بشيء زيه ده ابدا وهو محسوب علي ما ممكن الانسان اللي كون بقاعد يشوفها ممكن ستة كبيرة ممكن انسان راجل كبير بياخد الامر امرو مسلة بي وبيعتقد ان الامر كده وقوم منافز لها فهنرجع لها مرجوعنا عشان ما انتوشي احنا اقول لها اول شيء العصفر ودوت هناخد منه بالنسبة للعصفر للعصفر اللهم صلى على سيدنا محمد مئة وخمسين جرام الروزميري الروزميري حصل لبا اكليل الجبل انا قلت تلات اسمعه المريمية طبعا كلنا اتكلمنا عليها يا جماعة اسمها عندنا الاسم التجاري والاسم كده اسمه اسمها مريمية مريمية لان هي اول من اول من ذكر او وجد في في اي كتابات او روايات كان السيدة مريم عليها السلام كان سيدنا السيدة مريم هي اول ما كان بيستعملها وكان بتنصح النساء بيستعملها ونلاحظ ان اهل يعني المنطقة اللي هي بتجود فيها المريمية دي في منطقة الاردن وفي فلسطين منلاحظ ان فتيات السيدات وفتيات الفلسطينيات عندهم نسبة الخصوبة اعلى من اي مكان تاني اه رابع 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 يعني رابع خامة اللي هو او بيسموه في بعض البلاد يقولوا عليه المصمار ولو بحست حضرتك برضو قرنفل على جوجل هتلاقي ايه هو ايه تمام المقادير او الاوزاد بالنسبة لكليل الجبل 50 جرام الزعفران 150 المريمية 25 جرام القرنفل من خمسة لعشرة جرام طب ايه من خمسة لعشرة جرام يعني انت لو بشتك بتأسر شوية مش يعني تأسر باي شي يعني كده خليها خمسة جرام عادي يعني البشرة طبيعية ومستحمل اللي يا فروط الرأس يعني اخليها لغاية عشرة جرام يبقى انا بين خمسة جرام قرنفل ليه ليه عشرة جرام قرنفل طيب المجموع ده العشاب دي لاربع عشبات دول انا بخلطهم على بعض واحطهم في المطحنة واطحنهم جيدا لحين ما اوصل للشكل ده انا عاوزه ناعم جدا لأقصى ما يمكنك من النعوم وبعد ما اطحنه على طول احطه اضيف الزيت عليه او لو ما فيش وقت الزيت ان انا هضيفه عليه اختفز به في كيس او في وعاء مغلق محكم لان بيطلع منه زيوتي يعني انا عايتش انا حاليا شامل من ريحة شامل من ريحة المريمية فيها زيت العصفر فيه زيت الروز ميرا ريحته جميلة جدا القرنفل ريحته اجمل الاربعة لهم زيوت طيارة زيوت طيارة دي انا محتاجة هنا لجدول الشعر لان جدول الشعر ما انتهتش بالنسبة للصلاع او الصلاع الطارق جدول الشعر موجودة وممكن يحصل عملية تقوية ويحصل عملية انبات للشعر بعد ما بطحنه انا بستعمله ازاي بقى باجي اجيب 150 هقول او 150 جرام او 150 ملي وانا اتكلمت قبل كده عن المخبار المدرك يعني المخبار المدرك ده دول دول عاملين زي عيلة كده دول انا جايبهم مكتوب عليهم حتى بعشرين جنيه او اربعين جنيه كده يعني فمبلغ بسيط جدا لو جبته بالنسبة للبيت عشان الخلطات اللي تيجي تعملها تعمل خلطاتك مزبوطة فعلت الجرس ولا لأ يريد تفعل الجرس عشان يصلك كل جديد ونخلي بالنا يا جماعة اللي بيشتكوا بقول انا بوصلنيش اشعارات انت المشكلة عندك انك انت بتنسى شوية فهنا النظام في جو النظام في اليوتيوب انت بفعل جرس على قناة معينة وما تبعتهاش او ما عملتش اي تعليق لفترة زمنية معينة بتقوم الخاصية ده وقفة عندك بتضطر انك ترجع تفصلها او ترجع تجديدها من تاني فانفعل الجرس تمام هنا 150 ملي او 150 جرام المخبار ده 250 ملي انا هنا بتقسم 50 75 100 125 150 فانا معايا زيت الزتون وهبدأ عيني على المخبار المدرج ممكن اوزن لو عندي ميزان ممكن بالمكيال لو عندي المخبار المدرج ده او الكورورة المدرجة دي ايا كان او الجلاصة بلغة جلاصات بلغة اهل العراق الله يبارك فيهم ومسيهم بالخير ان كنا قضينا معهم فترة جميلة ربنا يبارك في الامة العربية كلها يبقى انا ده 150 جرام او 150 ملي ولو وزنت انا قبل ما اتكلم وزنتها حطيتها على الميزان الحساس فعل ايه المية وخمسين جرام هما تقريبا لاكبر درجة 150 ملي هاي ايه العنصر التاني زيت السمسم طب انا حطيت زيت سمسم وزيت الزتون اه زيت السمسم ده خطير بالنسبة للشعر وبيطول الشعر بعد كده اللي هيطلع والشعر التاني بيقوي وبيقوي الشعر الموجود والشعر اللي لسه موجود الضعيف بيقوي جدون وكذلك زيت الزتون طبعا زيت الزتون فوق يعني يعني فوق ان احنا نتكلم عنه وفوايده للشعر طب زيت السمسم كم ملي خمسين ملي او خمسين جرام طب انا عملت هنا مية وخمسين تمام اكمل لغاية او لحين اكمل لحين ما وصل للمتين تمام كده انا حطيت نسبة زيوت على فكرة انا زيت الزتون ما اصل معاه شوية عشان تبقى العملية مزبوطة حطيت زيت الزتون وزيت السمسم بتاعي تمام ما حدش يقول ليه ان فحط زيت اه بنفسك زيت وارد زيت اي لا هو اللي انا بقولك عليه هو حضرك يتعمله انا مش دكتور ولكن ايه دي المجربة اللي احنا تعلمناها وهي دي اللي احنا مارسناها والي شفناها وشفنا انت جيتها وشفنا مفعولها طب انا الشغلة هيبقى ازاي انا بجيب المطحون بتاع الاربع عشبات وبضع بضيفه للزيت اللي هو الزيتين زيت الزيتون وزيت السمسة وبجا ما اضيفها باضيفها بالتدريج يعني معلقة معلقة او خشوجة 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 حاضر يا عم محمد والله انا كنت بقولهم هناك في العراق خشوجة وعادي بيقبلوه المغرب يا عم اهل المغرب انا بنحبه بزاف والتوانسة نقول ايه عيشك تمام المجربة دي يا جماعة صدقوني يعني هي الميزة فيها جمع مجموعة عناصر وبأمر الله ولكن انا بقول يا جماعة حاول تجيب الخامات بتاعتك قادر الامكان تكون صالحة للاستعمال وتكون جيدة والدليل على كده او ما تكونش فيها عناصر تكون مش عارفة وتتغش فيها الدليل على كده ان فيه بعض المتابعين بيبقى هو يعمل المجربة ويشكر طبعا انا عرفه بس ان هو من العيلة هو اقول عرفه من اهلي بيشكر وبيقول الحمد لله ونجحت معايا وبعض الناس يقول ما نجحتش معايا يبقى هنا المشكلة ايما هي ما تتفقش معك او انت يعني ظروفك مختلفة او الخامة اللي انت جبتها خامة مكشوشة مستليم بعد ما انا افضل لحين ما ادوب كل العشبة المطحونة المقدار نفسه مع الزيت تمام? واذا لقيت ان المقدار اللي انا طحمه زيت شوية عن الزيت وبدأ يبقى قوم وغليز تشوف كده انا نلاحز كده ما انظر لو لاحزت ان القوم بقى قليز لدرجة انا مش قادرة اتعامل معاه ممكن ازود شوية زيت فيك الخلطة دي في واحد حبيبي قوي هو شايفني الوقتي ومنتظر ايه? ياخد المجربة ديت عشان يعملها مع نفسه ما انا عارف انك انت مش انت يعني مهم عارفين قصاره عارفين انك انت مش اصلع يعني بعد ما خلصت التقليب طبعا انا بقلب بعجالة شوية عشان وقتكم بعد ما يخلص تقليب هيبقى المستحلب بالشكل ده لو كل ما تقلب اكتر كل ما يتمزج اكتر خلاص انا بعد ما خلص كده بقوم مع بيه ممكن في برطمان في اي حاجة زجاج محكمة الغوق واتركه اسبوع لا تقول لي جنب حرارة ولا في الشمس ولا في الشلالات ولا في اي مكان هو في مكان بس بارد شوية مش بارد يعني في التلاجة مكان ما يكونش فيه حرارة جديدة او مكان طبيعي في البيت ومحفوظ بعيد عن اي شيء واسيبه لمدة اسبوع بعد اسبوع يبدأ بقى نستعمل طيب هتقول له صفيه لو انت طاحن كويس لو انت طاحن بوضر كويس ومخليه شبيه القهوة كده يعني بالحالة دي نعمة نعم كده مش هتحتاج انك تصفيه وهيبقى هو ده كامل استفادة طب لو فيه امور خشنة ممكن نصفيه شوية في مصبة عشان مبقاش في حاجة خشنة على الرأس تمام؟ طيب الاستعمال بقى طارت الاستعمال الاستعمال مرتين اسبوعيا بتركه على المكان مايقلش عن ساعتين ولا يزيد عن 4-5 ساعات يعني انا ممكن انسان في ظروفه انا ما يدرش يفضل قاعد به فهو عشان عمل او كده بحطها قبل ما ينام بشوية لغاية لما تبدأ تجف وبحطي افرش فوطة افرش اي حاجة على المخدة او الوسادة زي ما رأيت بنسميه يفرش اي حاجة عليه وينام والصبح مرتين اسبوعين يتسبع الشعر على المكان اللي احنا مستهدف من ساعتين لخمس ساعات يعني يفضل كل ما طالت الفترة كل ما المكان اصبحت الفايدة كبيرة بعدها انا بغسل عادي وامور عادي ولكن وانا بنصح نتجنب الصوابين او الصابون او الشامبوهات اللي فيها اه مواد صنعية او شديدة على الشعر وعلى فروة الراس لان الشعر هو نبات زي وزي النبات بالزبط ازا حفزت على جزور النبات الشجرة بتفضل قوية ازا انت رميت اي شيء على جزورها او حي او ما تغزتش كويس او ما شاربتش تبدأ تازمول نزول الشعرة يعني معناها جدرها ضعف واحيانا انت كتير جدا تسقط الشعر ببقى جزء اللي فوق والجزء اللي لسه موجود فده اللي احنا بنخطبه وبنحاول نوصله اتمنى تكون الحلقة عجبتكم ومنساش نشير الحلقة لعمل النافع والى اللقاء في حلقة اخرى ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته